من أهرامات الموسيقى المغربية الكلاسيكية بطبيعة الحالية الزاد في المدينة الدار البيضاء هو بالضبط بالدار الكارتون هل تعرفوا حي دار الكارتون؟ نعم في مديونة هو شارع محمد السادس حالياً دكو كانت تسمى حي دار الكارتون بطريقة مديونة ثم في نهاية الخمسينات نتاقل مشاول بوشن توفو هو الأسرة ديالو والواحد المدى من بعد هو نتاقل وأخ ديالو الأكبر اللي اسميته مصطافا مشاول حي الأقدال كيف قلت لمدينة الرباط ومنتم التحق بالمعهد الوطني وقدم مباراة بقسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية وهذا الشيء في 1964 ودوز معهم سنوات مع الكورال الجوق الوطني منتم بدأت واحد المسيرة الكبيرة إلى جانب عبد الهديب الخياط عبدو عبد الكالي وهذو الناس اللي كانوا بطبيعة الحال وقفوه بجنبه وكبروه معه بالإضافة عبد القادر الراشدي أحمد البيضاوي عبد حامل بنبراهيم عبد النبيل الجيراني عبد الحداني وهذا واحد اللي كانوا ساهموا في الانتشار في الساحة المغربية بطبيعة الحال كان عندو بزاف دي الأغاني وأكيد كان عارفوها عن ظهر يقلب وحافظينها المصار الفني دياله غادي 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 سنة 1968 في أجدر أغنية اللي كيف ديك ساعة كانت الإدعاء الوطنية وكانوا كيخدموا بباندا وكانت كانت كانت أغنية وحدك كنت تسمعها ساعة وارباة ونص وانتكت سمتع بها اللي نام الفاستفول دياله أيضا در أفلام والفيلم اللي كان معروف عندو هو دموع الندم حولي تغنىت فيها أغنية هذه بطبيعة الحال رفقة حمادي عمور وحبيبي المذكوري جدت واحد الوقت اللي كانت إحباطات واحد الوقت اللي كانت الموسيقى بدأت واحد الرقود تم قال غادي نتوقف لو لا العائلة دياله والأسرة دياله اللي ذاك ومغفور له الملك الحسن اللي كان فغيم كي عشق أغانيه وكان تقريبا صديق دياله وكانوا كي تلقى في محافيل وغنى معاه المرحوم المغفور له الحسن الثاني غنى معاه وغنية من الأغاني اللي معروف عندو بطبيعة الحال الوفاد دياله كانت قبل يعني جدت في واحد الظروف اللي كانت تغريبة فاللولا أنه كان مرض صحيح صدقه كانت كان مرض أحد المرض اللولا وكانت تغريبة الحسن الثاني أرجع حتى ولا شوية أو ثاني توفى وكانت صدمة المغربة كانت بطبيعة الحال كي يكون فنان اللي فغيمو عندهم اسم ديالو كي يكون كل شيء متبعوه كل شيء ماشي دابا كي يكون كم كتير ديال المغنيين كي يكون صافي من بعد الأغانيين نذكر مبيناتهم من بعد الغربة دموع الندم الليام كي كون فكرني